ضمانا لأعلى مستويات الحماية للمسافرين وتسهيلا لإجراءات السفر طرحت الإدارة العامة لطيران مدني تطبيغا جديدا باسم كويت مسافر البرنامج يعد بوابة اتصال بين الركاب والسرطات المختصة لتلقي واستغبال جميع الملاحظات كويت مسافر البرنامج هذا خذينا فيه التكنولوجيا في الرغابة الصحية والإجراءات الاحترازية كويت مسافر عطاك التنسيق الكامل لغدوم كل مطار والبدء بإجراءات السفر على حسب المتاح والحماية الشخصية للمسافر والموظف والإجراءات العمل وإجراءات السفر الموجودة تطبيق كويت مسافر يتضمن الإرشادات والتوجهات اللازمة للسفر والمعتبدة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية كويت مسافر اشترك فيه تقريبا أكثر من جهة لوضع الاشتراطات الصحية واشتراطات السفر في نفس الموقع هذا كويت مسافر بحيث يكون الراكب يفعل البرنامج هذا ويحط كل بياناته في البرنامج ونفس الوقت يكون عنده رحلة يحط وقت الرحلة أو ساعتها بحيث أن البرنامج يعطيه أوقات معينة حضورة إلى مطار كويت دول عساس أنه يكون فيه زحمة ويهم يطبق الاشتراطات والتباعد الاجتماعي بهذه التغنيات تكون الكويت رائدة بين مطارات المنطقة في تطبيق هذه التكنولوجيا عبر منصة واحدة تساهم في مساعدة المسافرين في تلبية متطلبات السفر الجديدة وتفادي الازدحام بالمطار وكذلك تيسير إجراءات السفر حماية المسافرين والعاملين بالمطار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية إلى جانب تقليل فترات الانتظار ثلاثة أهداف رئيسية يسعى إليها التطبيق الإلكتروني الجديد الذي يأتي ضمن جهود الارتقاء والتطوير بهذا المرفق الحيوي لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي